أنا أرى أن أبو أحمد مادري إذا تتفق معي يعني اختيار أو الوصف بمثل هذا الوصف تأثير على الأشياء المباراة تقليل من الحكم يعني حتى يعني انتقاص كبير من الحكم كيف ممكن أن يدرب الخارج المعب يغير أولاً خلينا نتكلم في القضية بشكل عام أنا أختلف مع الأخ متعب في مسألة أن المباراة سليبت من الاتحاد المباراة فيها أخطات حكيمية على الجانبين سواء على جانب الاتحاد أو على جانب الشباب ممكن نرجع لشريط المباراة والبعض يشوف الأخطاء اللي حدثت نعم هناك في ضربتين جزاء واضحة للاتحاد لم تحسب في ضربة جزاء للشباب لم تحسب لكن أيضاً عبد الرحمن السلطان كاد أن يرتكب فضيحة حكيمية باحتسابه لضربة جزاء على حسن معاذه ثم التراجع فيها يعني مسألة تضخيم المباراة اللي تدخل فيها رجل خط نعم اللي تدخل فيها رجل خط تضخيم المباراة فقط أن الاتحاد منسولي بحقه لا الحكم كان ضرر على الطرفين سواء على الشباب فيه أخطاء وحتى للاتحاد بشكل عام بس أنا أشكت بداية الحديث عن هذه المباراة أنها فيها تجاوزات كبيرة فيها تجاوزات على الطرفين على كافة أصعدة وليس فقط من الحكم المباراة صحيح بندر فيه تجاوزات على الطرفين سواء على الشباب أو على الاتحاد لكن البعض فقط كان العين للاتحاد وأن الاتحاد ظلم الطرفين 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 الشباب لؤ ضربة جزاء خلنا نقذون مثلوا مثل من الاتحاد هدف الشباب صحيح أو غير صحيح هدف الشباب يتحملوا حكم المراية مو عبد الرحمن السلطان طب أرس صحيح أو غير صحيح؟ صحيح أو غير صحيح؟ حسب اللقطات غير صحيح؟ غير صحيح هل يتحملوا من؟ حكم الراية؟ طيب، أنا لا أتكلم عن اللقطات التي حصلت من يتحمل هذا شيء ثاني؟ كم هناك ركلة جزاء للاتحاد؟ تصليت أضوه جالس على السلطان؟ لا، أنا أتكلم، نحن رقنا نبرة بشكل عام جميل؟ حتى أنا قلت أن نبرة كلها فيها تجاوزات كبيرة من على كافة الأصعداء من كل الأطراف فيها أكثر من ركلة جزاء للاتحاد الآن هناك ركلة جزاء غير مرتسلة للشباب شد من عدنان فدلاتة لحسن معاد في شوط ثاني هناك تصرفات غير لائقة من جماهير الاتحاد ورصد هذا شيء حكم للخدم دخول مدرر بنادي الشباب نعم فيه وفيه وفيه الطاقم التحكيمي بشكل عام في مباراة الشباب والاتحاد كان سيء بكل أمانة وكان ضرر على الطرفين كل أن يشوف الضرر لأكبر عالمين لكن أنا بشكل عام أجل أن الضرر كان على الطرفين مسألة كابتن سام الجابر ودخول كابتن سام الجابر وتأثيره على سيرة مبارا تأثيرها على سيرة مبارا كانت مقفة فيه نقاش ما بين حكم الرائة وما بين عبد الرحمن السلطان كان داخل سام الجابر أمام الجميع ترى الدخول غلط أنا ما أيض مسألة الدخول الدخول غلط أي أخطأ سامي والعقاب وعقوبة اللي نزلت على سامي ما أحد يختلف عليها لكن أنا أتحدث من مسألة أنه تسليط الضوء وأنه الاتحاد فقط ظلم وأنه وكأن الاتحاد بكل أمانة كان يلعب مع فريق أجنبي أو فريق من الخارج لا لأنه خسر لأنه خسر المباراة لأنه خسر لو انتهت بالتعادل كان كل الكلام هذا ما راح تشوفه جميل لكن الطرفين تضرروا في المباراة الطرفين تضرروا يعني حتى الشباب اللاعب الأجنبي هبرتي كان تلقى عليه مقذفات شمائية وقوارير ماء تأخر في اللعب أعطاك رتصفر طيب يعني هذه المشكلة كذلك من عبد الرحمن السلطان عبد الرحمن السلطان وطاقم التحكيم بشكل عام كان سيء في مباراة الشباب نعم متعب